مره أخرى كما قلت لكم مرة أخرى كما قلت قبل قبل عن المعارضة و المعارضة و المعارضة في هذه المعارضة نحن نتقل في المدينة و نحن نقل في المرة أخرى لنجد طريقنا كما قلت لكم من قبل صباح الخير مرة أخرى في اتجاهنا للقرية أن نحن تكلفة المشاريع و قيمة المواصلات و عورة الطريق نحن نص ساعة عاديم من لف الوقت و تعيين و يعرف المتبرع و يعرف الناس العاديين أن الأمر ليس صرف أموال على الفادي والمليان الأمر صعب جداً العمل في مثل هذه المناطق المحن نضح نحن اتجاهنا لجيبوتي لها هي الر buckle لأن المنطقة قوات passar المنطقة إلى مرة أينشان لاشهارات بب pretty إنه قريبًا إلى بوردر سوماليا مع جيبوتي يجب أن يكون هناك عمل الإنساني والعمل التنموي الطعام الذين يأتي وقوموا بالتحدث عن تتحدث عن تحدثين لحن تتحركت مصدفه على البرتجاب وهنا لابد احنا ماشيين وزي ما احنا شايفين الطرق صعبة جدا وبعيدة جدا ووعلة جدا وخطيرة المتبرع العادي اللي قاعد بيقشر بيقاشر لبو اسداني ويتفرج على التلفزيون ويعمل ويقعب بقى يفلسف وما يفلسفش يعرف ان الامر مستهل الأمر صعب ولابد نصل لأصعب المناطق وأبعد المناطق علشان نصل لأكتر الناس وده جزء من عقدتنا وجزء من دننا وجزء من أمنا بالعمل الإنساني اللي علمنا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم Those people who are actually I call them Armature warrior and hot air discussion people have to understand that actually working in such an area You see it's going to be difficult 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 and it is a part of our belief that actually we have to fulfill our mission to deliver our message which this belief is being transferred to us by the Prophet in his valuable values that he show humanity how you respond to reach the most vulnerable people in the most remote area at this previous time هو هادي رسالتي العمل الإنساني ورسالتي العمل التنموي ان احنا لا نتحدث لكن نعمل ودي رسالة رمضان رمضان مش أكل وشرب رمضان مش صلى وصيام رمضان مش قيام رمضان عمل وعمل 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 بالإضافة إلى الصيام والقيام واخرارة القرآن and this is the message of Ramadan Ramadan is not food to eat and water to drink and juice to drink Ramadan is not fasting and reciting Quran Ramadan is not actually making قيام الليل in the evening and enjoying yourself in the mosque and crying behind the imam Ramadan is a month of action month of perfection month of delivering month of caring month of sharing what you have with what other people don't have يعني سانة رمضان اللي انا بكلم عنها مرة واثنين وثلاثة وخمسة برازة الشان مبارك هي المشاركة والتفاعل والشعور والإحساس بحالة هؤلاء الناس ويحول الصيام لعمل جاد بناء لعمل تموي لعمل تأهيلي لعمل بناء بمثل هذه العائلات والممتحنين في كل مكان في العالم سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين The month of action we have to deliver our fasting and action to save humanity in different parts of the world whether those people are Muslims or not Muslims My message today and we still lost we don't know where we are going to go الرسالة اليوم وما زلنا احنا بندور على الطريق فوسط الاماكن الصعبة دي الفضل الله سبحانه وتعالى الله له ملائكة في الطريق حنستعين بهم إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى لنا نجي الطريق مرة أخرى يعني احنا هنا ما زلنا as we still trying to find our way and we'll ask Allah سبحانه وتعالى to let the angels of the road to guide us to the right road to reach the people who needs us most نرجع مرة أخرى رسالة رمضان we go back again to the Ramadan message My dear brothers and sisters Ramadan is the month of action Ramadan is the month of delivery Ramadan is the month of building community to see Ramadan is the month of drawing smile and happiness drawing smile on the face of children and women and men in different parts of the world Ramadan is where people can feel that you share their agony you share their sadness you share their dreams their future Ramadan it is the year of speech the year of action the week- editing الفعالة شهر بناء المجتمعات شهر الاتصال ورسم البسمة على وجول أطفال والنساء والكهلة ورمضان هو شهر العلاق العلاق المجتمعي لمشاكلنا وأخلاقيتنا رمضان هو شهر الانتاج الانتاج الشعوري الذي استطيع به أن نصل بهؤلاء الناس إلى بر الأمان وبر الأمان مش أكل وشرب ونوم وخلاص بر الأمان هو بناء مجتمعاته يعني هو we need to get the message of Ramadan out as the demands of let those people live in safety not only by delivering food but by enabling them to have a stable and decent life let us to change the spirit of Ramadan from being individualistic and selfish into being as community message and society message and a message for all of us نرى الآن العربة الأممية وقفت مرة تانية على شان بتدور على الطريق ونحن نرى الآن 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 și نرى الآن You can find these camels uh here uh like a camel farm uh in uh in this area وهناك بعض الناس يأتون في الهاتف السلام عليكم السلام عليكم و بعض الهاتفين والكاملين هنا يروننا لذلك المسارين الذين يأتي لنرى ويظهروا لكم ويظهروا لكم حتى الجمال بتفرج علينا تقولوا انتوا رايحين فيه انتوا مش عارفين ترقكم ليه انتوا بشر وتايهين في السكة ان شاء الله أراكم بعد قليل في رسالة أخرى من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته